السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة من أروع وأسرع الوصفات للتخلص وعلاج الهالات السوداء أيضا الانتفاخ تحت العينين وهذه الوصفة أيضا تعالج بشكل كبير جدا التجايد أو الخطوط الموجودة تحت العينين وصفة سريعة وقوية نحتاج فيها إلى مكون رئيسي وهو الخيار بالنسبة للخيار سنستعمله اليوم بطريقة مختلفة جدا نعلم جميعا فوائل الخيار للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين وسأقدم لكم اليوم طريقة أقوى من الطريقة العادية التي متعودين أننا نستعملها عبارة عن شرائح هذه الشرائح مفعولها بطيء جدا اليوم سأقدم لكم طريقة أخرى مفعولها سريع جدا وقوي بالنسبة لوصفة اليوم فيها خطوتين أساسيتين ضروري جدا استعمال الخطوتين مع بعض باستعمال الخيار قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة أتمنى منكم أحبائي لايك للفيديو أرجوكم لايك يعني قدر المستطاع للفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وسأحاول إفادتكم بأنجح المصفات وأكيد أنتظر أراءكم وتعليقاتكم الجميلة نبدأ في عمل هذه الوصفة سنحتاج أول شيء إلى قطعة صغيرة من الخيار بهذا الشكل الخيار بقشوره يعني سنحتاج إلى القطعة بكاملها نقوم ببشرها بشر ناعم جدا باستخدام المبشرة سنستخدم الجهة الرقيقة بهذا الشكل سنستخدم الجهة الرقيقة بهذا الشكل بشرنا الخيار بهذا الشكل نلاحظ أننا تحصلنا على مبشور الخيار سنحتاج إلى ماء الخيار وإلى قشور الخيار مع بعض سنقوم بفصل الماء على القشور يعني نقوم بتصفية الخليط نصفي الخليط لا نعصره كثيرا نصفي الخليط بهذا الشكل حيث نتحصل على كمية من عصير بعد ما تحصلنا على ماء الخيار بهذا الشكل نحتفظ بماء الخيار للخطوة الثانية أو للمرحلة الثانية لأنها مهمة جدا قلت هذه الوصفة سنحتاج فيها إلى مرحلتين مهمتين وأساسيتين نحتفظ بالماء للمرحلة الثانية ونأخذ قشور الخيار بهذا الشكل سنحتاج إلى إضافة مكون ثاني إلى هذه القشور وهو الكركم نضيف تقريبا ملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة من قشور الخيار ونخلط المكونين جيدا مع بعض بهذا الشكل إذا لاحظنا أن الخليط ناشف قليلا ممكن أننا نضيف كمية قليلة من عصير الخيار يعني أضافت كمية كبيرة من الكركم ونخلط الخليط جيدا مع بعض بهذا الشكل وبعدها نقوم بوضع هذا الخليط أو هذا الماسك في الثلاجة على الأقل ساعة حتى يبرد تماما وبعدها نستعمل الخلطة بالنسبة لطريقة الاستعمال أقوم أول شيء بالاسترخاء جيدا ونأخذ كمية من هذا الخليط ونضعها على منطقة الهالات السوداء بهذا الشكل نحاول أن الخليط لا يدخل أكيد للعينين نضع طبقة بهذا الشكل ونسترخي لمدة تقريبا على الأقل 20 دقيقة حتى نصف ساعة بهذا الشكل وبعدها نقوم بإزالة الخليط ونقوم بمسح تحت العينين بقطمة مغموسة في الحليب حتى نتخلص تماما من الإسفرار أو الإسفرار الناتج عن الكركم هذه هي الخطوة الأولى بالنسبة للكركم يعني نستعمل الكركم الأصلي ممكن نستعمل الكركم الخاص بالطبخ يعني بدون أي إضافات لأن هناك أنواع كثيرة من الكركم التي توجد فيها إضافات يعني ملونات غذائية هذا الكركم لا نستعمله نستعمل الكركم الأصلي إذا لم يتوفر ممكن نشتري أعواد الكركم ونقوم بطحنها في البيت ونستعمله رائع جدا للبشرة ممكن بقية الخليط نوزعها على كامل الوجه سوف تعطينا نظارة رائعة جدا للبشرة يعني يصفي ويفتح لون البشرة هذه بالنسبة للخطوة الأولى بعدها نأتي إلى المرحلة الثانية وهي أيضا مرحلة مهمة جدا في هذه الوصفة يعني بعد ما نستعمل الوصفة الأولى ونمسح تحت العينين بالحليب نأتي إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الترطيب وهي مهمة جدا في علاج تجايد تحت العينين وحتى الهالات السوداء تحت العينين سنحتاج إلى ماء الخيار الذي استخلصناه في المرة الأولى أو في المرحلة الأولى نأخذ تقريبا ملعقتين من ماء الخيار نضيف لها مكون آخر وهو رائع جدا في علاج الهالات السوداء وهو زيت جوز الهند أو كريمة جوز الهند نحتاج إلى إضافة تقريبا ملعقة صغيرة على ملعقتين من ماء الخيار ونخلط المكونات جيدا مع بعض نحاول خلط المكونات جيدا ممكن نحتاج إلى وضع الخليط في حمام مائي حتى يضوب معنا زيت جوز الهند بعد خلط المكونات جيدا مع بعض نأتي إلى مرحلة الترطيب سنأخذ كمية يعني بعد خلطها جيدا نأتي بكمية من هذا الخليط نحاول إذابته في حمام مائي حتى تندمج المكونات جيدا مع بعض ونقوم بوضع طبقة بهذا الشكل من الأسفل إلى الأعلى نحاول عمل مصاج بهذه الطريقة من الأسفل إلى الأعلى ونقوم بالطبطبة تحت العينين بهذه الطريقة ونستمر في هذا المصاج لعدة دقائق مصاج خفيف جدا نحاول أيضا أن الخليط لا يدخل داخل العينين بهذا الشكل العين الثانية بنفس الطريقة ونترك هذا المرطب على المنطقة تقريبا نصف ساعة أو حتى أكثر وبعدها نقوم بغسله جيدا بالنسبة لهذه الوصفة من أول استعمال ستلاحظون نتائج رائعة إن شاء الله نكرر هذه الوصفة يعني بقي ثلاث أو أربع أيام على العيد نكررها من ثلاث حتى أربع مرات وفي العيد إن شاء الله استلاحظون أنه هذا المشكل اختفى نهائيا وتخلصتم منه إن شاء الله صدقوني وصفة من أنجح الوصفات لعلاج الهالات السوداء تحت العينين والانتفاخ وحتى التجاعد هذه هي الوصفة لليوم أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المتابعة